سيدات السادة الوزراء سيد سادة وآساء المجالس الدستورية أصحاب المعالي والسعادة حضرات سيدات السادة في البداية يسعدني أن أرحب بكم جميعا وأعرب لكم عن سعادتنا باستضافة الدورة الثانية لمعارض جيدكس أفريقا الذي ينضم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصار الله كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر المشاركين الوطنيين والدوليين القادمين من مختلف الدول الصديقة والشقيقة على حضورهم بيننا في هذا المعرض الإفريقي الهام الذي يحمل دلالات عديدة بالنسبة لقارتنا وهو ما يتماشى مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصار الله الرامية لتقوية روابط الأخوة والصداقة وتعزيز المبادلات التجارية بين دول القارة وذلك لتحقيق النجاح المشترك في استثمار الإمكانيات الواعدة لقارتنا الإفريقية وهنا لابد أن أستحضر الرسالة السامية التي وجهها جلالك الملك نصار الله إلى المشاركين في أشغال اجتماع التجمع الإفريقي للوزراء المالية ومحافظ البنوك المركزية للدول الإفريقية التي انعقدت هنا أشغالها بمراكش في يوليو 2022 عندما أكد جلالته أن التكنولوجيا الرقمية تشكل بالفعل تحولاً بنيوياً في مقاربتنا للعالم الذي يحيط بنا إذ تسمح بتطوير أنماط إنتاجية واستهلاكية جديدة من شأنها أن تخلق المزيد من مناصب الشغل وأن تشكل مصدراً للرفع من فرص الاستثمار انتهى منطوق رسالة صاحب جلالة أيها الحضور في ظل اضطرابات الضرفية والتحولات العميقة التي يعيشها العالم في الأوين الأخيرة لا سيما رقماناً متساعدة والتي باتت حاضرة بقوة في مختلف مناحي الحياة أظهرت التكنولوجيا الرقمية أنها تشكل بالفعل رافعة أساسية وغير مسبقة للاقتصاد الدولي وخاصة بالنسبة للقارة الإفريقية فتبعاً لتقرير أصداره البنك الدولي بإمكان التحول الرقمي أن يضيف 712 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا بحلول سنة 2050 مما يؤكد الإمكانات الهائلة التي يتيحها لتحفيز النمو الاقتصادي وإحداث تحول في القارة فقد أصبح التحول الرقمي عنصراً لا محيدة عنه على مستوى التعاون بين البلدان الإفريقية لعدة أسباب رئيسية تتجاوز تقدم التكنولوجي البسيط وذلك عبر تسهيل التنمية الاقتصادية الاجتماعية والسياسية للقارة الإفريقية ولذلك فإن التجارة بين دول إفريقية والتي تعرقلها في بعض الأحيان البنيات التحتية المحدودة والمساطر الإدارية المعقدة ستستفيد بشكل كبير من الرقمنا حيث ستساهم منصة تجارة الإلكترونية وأنظمة الدفع عبر الأنترنت والحلول اللوجيستيكية الدكية في تبسيط المعاملات التجارية وتقليل التكاليف وتعزيز النجام خاصة وأن الرقمنا كتعمل أيضاً على تحفيز الابتكار من خلال توفير منصة لتطوير أفكار وحلول جديدة ذلك عبر مضاعفة أعداد حاضنات التكنولوجيا والهركاتونات والمقاولة الرقمية الساعدة لستارتاب نمريك مما يشجع ريادة الأعمال وخلق فرص الشغل وعلى ضوء ذلك ستكون بإمكان رواد الأعمال الأفارقة أن يتعاونوا بسهولة أكبر مع نضرائهم من مختلف البلدان والقارات وأن يتقاسموا الموارد والخبرات لإيجاد حلول مصممة خصيصاً لرفع التحديات المحددة التي تواجهها القارة وفي ظل هذه التحولات يمكن التأكيد على أن التكنولوجيا المالية فينتك تلعب دوراً حاسماً في تعامل الأسواق المالية الإفريقية حيث تعمل خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول ومنصات التمويل الجماعي والخدمات البنكية عبر الأنترنت على تحقيق الإدماج المالي بشكل متزايد حتى في المناطق القاروية كما يؤدي هذا التحول إلى تقليل الحواجز أمام دخول الشركات والمستهلكين وبالتالي تعزيز المزيد من التكامل الاقتصادي في جميع أنحاء القارة لذلك فمن خلال التكنولوجيات الرقمية يمكن لبلدان الإفريقية أن تدبر بشكل أفضل الخدمات العمومية لتعزيز شفافيات الحكومة ما سيمكن المنصات الإلكترونية الحكومية من العمل على تحسين نجاعة الإدارية والحد من الفساد ذلك أن تسهيل الولوج إلى المعلومة من شأنه أن يشجع على المزيد من الحكامة المندمجة والتشاركية حضرت سيدات السادة إن الحكومة المغربية تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها وفي هذا الإطار ستخرج إلى حيز الوجود في غضون الأسابيع القليلة المقبلة استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي عدتها الحكومة وتعتبر هذه الاستراتيجية التي تم إعدادها في إطار اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية تمرت عمل مشترك ومكتف بين مختلف الفاعلين في القطاع العمومي والقطاع الخاص وكتركز الاستراتيجية المغرب الرقمي 2030 على جوجة المحاورة أولا يتعلق برقمنة الخدمات العمومية فيما يروم المحوى الثاني ببت دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وكذا خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل ولا شك أن التحدي الأساسي الذي سيطرح أمامنا لمواكبة إنجاحها الاستراتيجية يظل هو تكوين المواهب والكفاءات الشابة بالقدر الكافي من الجودة والعدد وتحقيقا لهذه الغاية وقعت المملكة المغربية اتفاقا في عام 2023 تسمح لنا بمضاعفة عدد الخريجين في المجال الرقمي ثلاث مرات قريبا بحلول العام سنة 2027 وفي إطار هذا التوجه وقعت بلدنا مجموع من الاتفاقات مع عدد من الشركاء العالمية الشركات العالمية الرائدة المتخصصة في التكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير ما من شأنه أن يسرع التحول الرقمي ويضاعف الإمكانيات البشرية المحلية المتخصصة حضرت سيدة السادة إن التحول الرقمي ليس مجرد ترف تكنولوجي بل هو محفز أساسي لتعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية فهو يقدم حلول ملموسة للتحديات التي تواجهها القارة ويحفز التنمية المستدامة ويوفر بيئة مواتية لتعمق التكامل بين البلدان الإفريقية ولذلك فإن تبني هذا التحول وتعزيزه يشكل أهمية بالغة لتحقيق إمكانات إفريقيا الكاملة في القرن 21 ومن هذا المنطلق يشكل معرض جيتكس أفريقيا منصة متميزة لمناقشة المحفزات الرئيسية التي ستمكن القرى الإفريقية من وضع نفسها كمستهلك ومنتج للتكنولوجيا الرقمية فدعونا نواكب معاً هذا العصر الرقمي بكل جرأة وعزيمة فقد حان الوقت لكي تكتب إفريقيا فصلاً جديداً من تاريخها يكون فيه الابتكار الرقمي المحرك الأساسي لتقدمنا الجماعي فمن خلال توحيد الجهود يمكننا تحويل هذه الرؤية إلى واقع مزدهر وملهم للأجيال المقبلة ختام هذه الكلمة أتمنى لضيوفنا الكرام مقاماً سعيداً في بلدهم الثاني المغرب كما أتمنى التوفيق لأشغال الضوء الثاني للمعرض جي تيكس أفريقيا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكراً لكم السيد بائيس واتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة